على الجبهة الشمالية الإسرائيلية مع لبنان هناك أيضا جبهة تشتعل تزداد توترا يوما بعد يوم يعني برأيكم سيد نيثان ما هي التحديات اليوم التي تقف أمام الإدارة الأمريكية لضمان والحد من توسع دائرة هذا القتال لا يوجد أي شك في أن هذه أولوية بالنسبة لنا التأكد من عدم تصعيد النزاع وأن لا تحاول إيران ووكلائها استغلال الموقف أو هذه الأزمة انخرطنا في أنشطة دبلوماسية نشطة بما في ذلك سفر الوزير المتكرر إلى المنطقة لمناقشة الموضوع مع شركان الأقليميين بالإضافة إلى نشر أصول عسكرية في شرق المتوسط كما نقشنا أيضا الانخراط في أنشطة دبلوماسية ضد مجموعات إيران نأخذ الموضوع بجدية ونعمل جاهدين على التأكد من أن المجموعات المتحالفة مع إيران تفكر مرتين قبل دخول هذا النزاع لأن هذا سيزعزع استقرار المنطقة بكاملية نحن ملتزمون بالتأكد من رؤية شرق أوسط متكامل يعيش بسلام وأمن لسوء الحظ حماس وأصدقائها لا يرون هذه الرؤية يريدون رؤية ظلامية ويستمرون في القتال وسفك الدماء نحن ندفع باتجاه شرق أوسط متكامل وهذا ما نعمل عليه كل يوم ترجمة نانسي قنقر